كتائب والقسام تكشف كواليس مقتل نجل وزير الحرب الإسرائيلية بنفق مفخخ وتعلن عن تطورات جديدة قالت كتائب والقسام الجناح العسكرية لحركة حماس اليوم الجمعة في بيان استهدفنا قوة للعدو داخل مدرسة ابن عثيمين بخنيونس بقذيفة تي بي جي وأوقعناهم بين قتيل وجريح بيان كتائب والقسام وأضافت استهدفنا تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتري شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهون وتابعت استهدفنا مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى كما تحدثت عن إفشال محاولة إسرائيلية لاقتحام عمق مخيم جباليا قائلة ضمرنا عددا كبيرا من آلياته عند تخومه كتائب والقسام تكشف كواليس مقتل نجل وزير إسرائيلية في السياق كشفت آلي قسام تفاصيل مقتل نجل رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي الحالي غادي إزينكوت وقالت في بيان لها مجاهد ألي قسام فخخوا يوم أمس الخميس مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة وزادت الانفجار أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي إزينكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين وفق ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية ومساء أمس الخميس أكدت الحكومة والجيش الإسرائيليان مقتل نجل غادي إزينكوت خلال المعارك الدائرة شمالية قطاع غزة ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ملابسات مقتل نجل رئيس الأركان السابق لكن القناة الواحد ثلاثة الإسرائيلية قالت إن غادي إزينكوت أصيب بجروح خطيرة إثر تفجير نفق مفخخ في ضواحي جباليا مضيفة أنه تم إعلان وفاته بعد وصوله إلى المستشفى في المقابل قالت لقسام في بيان أوقعنا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها داخل غزة وفي وقت سابق من الجمعة قال المتحدث باسم كتائب ألقسام في بلاغ عسكري فجر اليوم أفشل مجاهد كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسر الصهاينة وأردف حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسر العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على نسحابهما وأكمل قد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ خمسة وعشرون عاما ويحمل بطاقة رقم اثنان سفر سبع 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 خمس سفر ثلاث اثنان والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الإسرائيلية